موسيقى 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 السلام عليكم خوتي رحبكم على اليوم في قناة اقنوا ديزال فيديو تعليم خوتي سوف يكون فيديو بعض المعلومات على بعض النباتات من نبات هذه اسمها نبات الشبليرا الاسبي يعني سامل ذات اللون الأخطر هذا نبات خوتي هو نبات داخلي ونبات خارجي طريقة اختار نباتات خوتي تقفر عن طريق العقل وعن طريق الترقيد الهوائي لماذا عاش طريقة ترقيد هوائي خوتي رانا دريني فيديو على اختار نباتات ترقيد الهوائي رح تتحوزوا كل الفيديو اللي فاتوا من قبل رح تترقوا الطريق هذا نوع من نبات الشبليرا النوع الثاني هو اسمها نبات الشبليران مثل النوع الأول لكن هذا الشبليرا الباناشي يعني الأوراق متاعها تكون مختلطة اللون الأصفر والأخضر كما كنتم ترون فيها أما فيما يخص طريقة اختار خوتي نفس طريقة نبات الشبليرا الاسبي يعني هذه نباتتين نفس النوع نفس طريقة اختار عن طريق العقل وكذلك عن طريق الترقيد الهوائي وهي نبات وهي كذلك نبات داخلي وخارجي هذا بما يخص نبات الشبليرا هذه نبات الفيكيس بنجامينا الاسبي وفيها نوع ثاني وهي الفيكيس الأوراق متاعها هذه الأسبي الأوراق متاعها تكون باللون الأخضر الكامل كما راكم ترونه وفيها النوع الثاني باللون الأخضر والأبيض نحن نبدأ هذه المتوفرة عنها وهي الفيكيس الاسبي هذه هي هذا النوع برك وهو نبات داخلي تزيني كما راكم ترون فيه وهو عبارة عن شجيرة تزيني هذا أخوتي نبات الروزي اللي تعقله إلى اللي قمنا بعملية اكثاره عن طريق العقل راكم تشوفوا ما شاء الله الله يبارك سأخرج الوراقات هذا ومشهت معنا الطريقة هذا نبات الروزي يعني الورد الجوري كما يسمى ويوجدون كذلك بعض النباتات هنا كاكتوس وهذا نباتات ومشهت ومشهت نباتات صغيرة نباتات خطيبة ومشهت نباتات للتزين كما راكم ترون فيها هيا نباتات عصرية ومشهت 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 هذا يوجد ومشهت ومشهت نباتات صغيرة والله يبارك هذا الملعه لا تشفى وعليه كبير ومشهت نباتات انبتات وما لاء كذلك ومشهت كذلك ومشهت ومشهت